جهدت الفترة الماضية تسجيل عدد قضايا ارتكاب متهمين بحق أقاربهم في أمر يعد سابقة بمجتمعنا جرائم الأقارب بحق بعضهم موضوع حوارنا مع المحامية فاطمة الهاجري لهذا اليوم طبح ليش بالخير سيدة فاطمة موضوعنا محزن ويمكن فعلا مثل ما قلنا في المقدمة في الأون الأخير قاعد نسمع الكثير من هذه الجرائم قاعدة تتكرر جرائم الأقارب لكن أنا ودي أخذت في منحنة أو الجانب القانوني هل يفرق إذا افترضنا أن جريمة وقعت بين الأب والابن نفسها إذا واقعة حصلت بين أثنين غرباء عن بعض من ناحية القانون العقوبة وحدة ولكن القانون شدد العقوبة في بعض الجرائم واستثناها وخصوصا في الجرائم الجنسية حيث أن غلظ العقوبة وأحيانا تصل إلى الحبس المؤبد ولكن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار باقي الجرائم يعني يعتمد في بعض القضايا ممكن أن يكون هنا يتم حاكمة الأقارب حسب النص القانوني لكن في بعض القضايا أنتم تأخذون أكيد الرابط الأسري في عين الاعتبار غير القضايا الجنسية شنو ممكن تكون هنا قضايا الجنسية من الدرجة الأولى يعني تكون من أب وأبن وتكون مثلا تكون هذه فيها مثلا كسرنا الحاجز الإنساني فإذا اعتدى مثلا الأب على بنته فأكيد رح تقلض العقوبة ويكون من واجبنا أن يكون تصل أحيانا إلى الإعدام ولكن في الكوات ما عندنا عقوبة الإعدام لا يوجد مقاعدة الضباق أو تكون أعدام دعنا أضرب لك مثال مثلا نفترض أن هناك أب قتل ابنه وليس هناك في القضية لكن الأم تنازلت هل هناك حق عام هل هناك حتى لو مثلا الأم قالت لا أنا أسامح زوجي أنه قتل ابني لا تسجل قضية ما يمكن أن يكون الموضوع نحن جدام جريمة متكاملة الأركان وتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة فلا يعتد بتنازل الأم لأننا عندنا قصد جنائي عندنا سبغ اصرار وترصد فلا يعتد بالتنازل ولكن هناك تختلف الملابسات القضية من قضية لأخرى فمثلا عندنا الطفلة التي قتلها والديها وكانت طفلة وقع عليها التعنيف وقع عليها الضرب وقع عليها حتى أحيانا كانوا يشوهون جلدها بس اللي صدمنا من الحكم أن الأم خذت براءة والأبو خذ مجرد عشر سنين بحكم أنه كان يتعاطى المخدرات أنزين الأم لماذا خذت براءة؟ لأنها كانت مرقمة على تعاطى المخدرات من الأب يعني فيه بنهاية اللي تتبع توصلين له أنه يمكن لكل قضية ملابساتها وظروفها الخاصة أنزين البعض يقول لك إذا ونشوف بعض الأبناء مثلا يعني يستم عملية طريقة مثلا البنت أو الولد مثلا يبوغ من أمه يبوغ من أبوه وبنهاية يقول هذا مو قاعد أبوغ أنا من أم ويبوي لأنهم أم ويبوي لو بايق من شخص غريب ممكن هنا أنا يتم اتهامي بالسرقة هنا شنو هل صحيح؟ هذا سمي الجهل بالقانون والجهل بالقانون ما يعفي من العقوبة أي استيلاء على مال منقول مملوك للقير يعتبر سرقة فما يفرق الذكام على أبوي ولا على شخص قريب يعني ما رح يفرق؟ والزوج والزوجة نفس الشيء؟ نفس الشيء يقع عليها استيلاء أموال يمكن إحنا نسلق ويد قاعد نواجهها القضايا بالمحاكم خصوصا بقضايا الطلاق فلازم تتجل استيلاء سرقة ضرب فهالمشاكل ويد زايدة بالمجتمع هنا شنون الشخصي وعي نفسه؟ يعني إذا أنت قاعد تقولين أنه فيه جهل في القانون ما يدري يمكن هي الزوجة تقول أنا ما قصدتني أبوغ من ريلي لكن هو زوجي بالنهاية أنا أخذت منه هالمبالغ مثلا والله لأننا محتاجين مثلا حق البيت أو أنا محتاجة هنا الزوج عشان هو ما كان يدري أنه تم أخذ هذه المبالغ منه تعتد سرقة على طول؟ هو تعتد سرقة بس النذيينة بنقدمها إلى المغفر يخذون بهالعلاقات أحيانا ولكن تسجل بالنهاية أنها ممكن تسجل فنجد أن ننشر كمحامين الوعي القانوني استمعنا ويد في الفترة الأخيرة بعض الجرائم التي لم نسمعها من قبل لم تكن موجودة في مجتمعنا وقمنا ويد أن يرددون الناس أن هذه دخيلة على مجتمعنا مجتمعنا الكويتي لا يوجد فيها الجرائم مجتمعنا الكويتي لا يلجأ لي مثل هذه الجرائم البشع التي تحدث ترون أنتم كمحامين وأكيد ترون كثير من هذه القضايا في أرواقات المحاكم فعلا تعتبر هذه ظاهرة دخيلة أو هذه الجرائم دخيلة علينا في مجتمعنا الكويتي؟ هي جرائم دخيلة بس أنه هي لماذا انتشرت هذه الجرائم؟ لماذا؟ ضحف الوازع الديني والتفكك الأسري وغير ذلك بناء الزيجات على مصالح وليس بهدف تكوين أسرة وبيت فشنو النهاية يطلع الناتج تنجنة؟ بيت فاشل متفكك نعم نزين وي القضايا اللي قاعد تصير بين الشباب؟ هذا يسمونها من نقدر نقول طيش نقدر نقول أن مثلا تأخذهم لحمية ساعات مع ربعهم وممكن تكونون متعاطين المخدرات فتنتشر وتتعدد الأسباب لكن أكيد بأنبينة معكم الأسباب يعني من يمكن يتفتر فترة من فترات نفسها لو نلاحظ أغلب السجنة لو نلاحظ السي بي مالهم يكون ناتج تفكك أسري فإحنا أساسا الأسرة هي كيان المجتمع فلازم نحافظ عليها ونخرج بيت متكامل غير أنه هو مترابط ونحاول أنه نربي عيالنا صح تربية إسلامية قويمة عشان نطلع ببيت متكامل مترابط نعم نزين بكم محاميات نحن قاعد نتكلم كنساء قاعد نتكلم اليوم عن جرائم الأقارب سواء جريمة قتل أو اغتصاب أو مثل ما قلنا سرقة أو مثل ما تفضلتي في الكثير من القضايا اللي ممكن إحنا كأشخاص عادين يعني وايد ننتضايق ونتأثر منها أنتوا بحكم عاملكم لما تشوفون هالأشياء دائما أو تيكم هنوعية من القضايا ما تكون صعبة عليكم نوعا ما كمحاميات أول شيء إحنا هذا واجبنا ومهنة المحامات هي مهنة إنسانية فمن واجبنا الدفاع عن الإنسان وإحنا الأول شيء نحاول أن نصلح ما قدرنا نصلح فنقوم بالقضية وفي بعض القضايا إحنا كمحامين نتعاطف وياها ولكن إحنا جدام أدلة ومستنادات وبراهين فمن واجبنا إعطاء كل ذي حقا حقا فنقوم بواجبنا الأساسي والمهني في حالة بعض القضايا ممكن تكون عن طريق الخطأ مثلا يقولت أم مثلا عن طريق الخطأ مثلا عطت ولدها أو ابنتها مثلا دوة كامت الجرعة زايدة فأدى إلى الوفاة كنا نسمع عضو المرات يكون مثلا بالسيارة الولد ما يشوف ولده ولا بنته ويصير عملية دهس هذه القضايا تندرش تحت شنو القتل غير عمد الخطأ القتل الخطأ لأنه لا تتوفر النية ولم يتوفر القصد الجنائي فإذا لم تتوفر القصد الجنائي تنتفي الجريمة فبدل من تكون أنها جناية تتحول إلى جنحة نعم نزين في مثل هذه القضايا نحن نتكلم الحين إذا كانوا مثلا أم وأبو اتجاه عيالهم أو العكس الأبناء اتجاه مثلا أمهم وأبوهم قلت أنت في البداية أستاذ الفاطمة أنه هو في لكل قضية شروطها وأحكامها وظروفها الخاصة أهم تحطون بعين الاعتبار في هذه الأمور إذا مثلا قلت أنه قتل مثلا خطأ وتنازل أحد الأطراف أنه ما يبيه حق هل الحق العام موجود أيضا؟ لا لا يعتد بالحق العام تتم العقوبة ولكن عقوبة مخففة وليست مقلضة لأنه لم يتوفر القصد في ذلك الجريمة بكل الأحوال التنازل ممو لا يعتد فيه إلا بجريمة الزنا إلا في جريمة الزنا نعم كل شيء أكيد الأستاذة أفاضمة الهاجري وأنت محامية أكيد نتمنى إن شاء الله اتقل هذه الجرائم في مجتمعنا ومن خلالكم أنتوا أكيدوا وسائل الإعلام وأيضا الجهات المعنية في هذه الأمور إن شاء الله ننشر هذا الوعي نتمنى إن ما نشوف مثل هالأمور البشعة في مجتمعنا رب إن شاء الله يحفظ الجميع ووفوكم إن شاء الله أجمعين يا رب شكرا وشاهديننا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقة اليوم